مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا أنهدانا لدين الإسلام وأحمده جل وعلا أن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأحمده جل وعلا على نعم كثيرة متتابعة لا أستطيع أن أحصيها فضلا عن أن أقوم بشكرها فلله الحمد وله الشكر وله الثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو إلهنا هو ربنا هو خالقنا هو الذي أنعم علينا بصنوف النعم وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا إخواني أرحب بكم في لقاء جديد في برنامج جديد يتكلم عن الغايات التي يقصدها الناس برنامجنا برنامج غاياتنا من فضل الله عز وجل أن جعلنا من أهل دين الإسلام هذا الدين الكامل الذي لم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد جاء فيها بتنظيم دقيق وأحكام صالحة مصلحة كما قال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وكما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينها ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة ببيان الغايات التي ينبغي بالمؤمنين أن يقصدوها وأن يلتفتوا إليها كما جاءت هذه الشريعة ببيان أحكام الغايات والمقاصد التي يقصدها الناس ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذه الشريعة محققة لمصالح الخلق كما في الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن مقتضى كونها رحمة أن تلبي حوائج الناس وأن تحقق رغباتهم على أكمل الوجوه بما يعود عليهم بالمصلحة والنفع في الدنيا والآخرة صحيح أن الشريعة قد جاءت بضوابط تضبط هذه الغايات بحيث تجعل لها نهاية لا تتجاوزها لألا يحصل ضرر إذ في كثير من الأحوال زيادة الشيء قد تعطي أحكاما معاكسة لأصله هذا البرنامج نتحدث فيه عن الغايات التي يريدها الله منا ما هي الأمور التي علينا أن نلتفت إليها وأن نجعلها غاية بين أعيننا نقصدها في كل أعمالنا وما هي أحكام الشريعة في الغايات التي يقصدها الناس ويسعون إليها ما هي ضوابطها الشرعية وكيف يتم تحصيلها هذا ما نتكلم عنه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل لقد جاءت الآيات القرآنية مرة بذكر أمور يريدها الله عز وجل منا ولنا ومرة جاءت بذكر مقاصد الناس وأهدافهم وغاياتهم ومرة جاءت بذكر ما يريده عدونا الشيطان الرجيم منا استمع لقول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميله ميلا عظيما ذكر الله جل وعلا ما يريده من العباد ثم ذكر ما يريده الذين يتبعون الشهوات أن يميل أهل الإيمان أهل الإيمان ميلا عظيما وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واستمع لقول الله عز وجل يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وفي مقابل ذلك ذكر الله عز وجل ما يريده الشيطان منا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثم ذكر الله جل وعلا أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير من أصحاب نار جهنم لأنه يريد منهم أن يشاركوه في تلك الدارة واستمع لقول الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون هذا ما يريده منك عدو كالشيطان الرجيم وفي المقابل اتبعه أناس فكانت لهم رغبات وأهواء تخالف ما أمر الله عز وجل به كما قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض والذين لم يريدوا الخير بأهل الإسلام يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقد قسم الله جل وعلا العباد بحسب غاياتهم ومقاصدهم إلى من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة كما قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وفي قوله عز وجل من كان يريد حرث الدنيا قبل هذا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وفي قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ويقول سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين تقتصر غاياتهم ومقاصدهم على الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ومن هنا ننتبه إلى أننا بين يدي رب العزة والجلال عما قريب سنقف وسنساءل عن أعمالنا وإذا كانت هذه مقاصد الناس منهم من يجعلها للدنيا ومنهم من يجعلها للآخرة هناك من يريد أن يطفي نور الإسلام كما قال تعالى يريدون أن يطفي نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وانظر للآية الأخرى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله إذن هناك غايات ما هي هذه الغايات؟ الغاية معنى كلي يقصده الإنسان ليكون آخرا مراده يسعى إلى تحقيق أهداف معينة من خلال تحقيق هذه الأهداف يصل إلى الغاية التي يريدها وبالتالي نفرق بين الأهداف والغايات فالغاية أمد بعيد بينما الأهداف أمور قريبة وأضرب لهذا مثلا من حياة الناس الطالب في المدرسة عنده أهداف تتعلق بالنجاح من كل مقرر لكن عنده غاية بعيدة تتعلق بالانتهاء من المرحلة التي يدرس فيها أو يكمل جميع أنواع الدراسات إذن هناك وسائل تجعل الإنسان يصل إلى الهدف وهناك أهداف بمجموعها يتمكن الإنسان من الوصول إلى الغاية التي هي معنى كل يقصده الإنسان في أموره وقد أمر الله عز وجل بالجميع بأن نراعي الغاية وتكون بين عيوننا وأن نفعل الوسيلة لنتمكن من الوصول إلى الهدف ثم نتوسأل بذلك للوصول إلى الغاية يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقد ذكر الله عز وجل في قصة قارون قوله سبحانه وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ إذن عندنا غاية وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا الدنيا وسيلة تؤديك إلى آخرتك ومن هنا فإننا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الغايات التي ينبغي للمؤمن أن ينظر إليها وأن يجعلها بين عينيه ونتكلم أيضا عن الغايات التي يقصدها كثير من الناس لنعرف حكم الله فيها ولنتمكن من أن نجعل حياة الناس على أكمل الوجوه في تحصيل هذه الغايات ما هي فوائد معرفتنا للغايات وما هي الآثار والثمرات التي نجنيها عند تحصيلنا لهذه الغايات هذه الفوائد لعلنا إن شاء الله أن نتكلم عنها بعد الفاصل الذي نأخذه بين أو في وسط هذا اللقاء حسناك وسط هذا اللقاء لحد يتحصيلنا لإغلاك وسبب فعلاً أو في سطه ليصلك كل جديد أو في السطه طريق أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم بعد هذا الفاصل نتكلم فيه عن غاياتنا ما هي فوائد معرفة الغايات وما هي الآثار الجميلة التي نجنيها من المعرفة لهذه الغايات عندما نعرف هذه الغايات ونجعلها بين أعيننا حينئذ نتمكن من الوصول إليها بخلاف ما إذا كانت الغاية معدومة ليست بين أعيننا فحينئذ لن نتمكن من الوصول إليها إذا عرفنا هذه الغايات عرفنا فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة فإن هذه الغايات حكم ومعاني ومقاصد عظيمة الشأن يحصل من خلال الالتفات إليها تلبية حاجاتنا وتحقيق غاياتنا وبالتالي نعرف فضل الله عز وجل علينا بشريعته كذلك من فوائد معرفة هذه الغايات أن نفرق بين هذا الدين العظيم الذي سعى إلى جعل الأنظار تلتفت إلى تلك الغايات النبيلة وبين تلك الطرائق والمناهج التي تغفر الالتفات إلى تلك الغايات إن المؤمن عندما يعرف الغايات التي قصدتها الشريعة حينئذ سيجعل الآخرين ينطلقون في فهمهم لدين الإسلام منها ومن ثم سينطلقون في الدعوة إلى الله ببيان تحقيق هذه الشريعة المباركة لتلك الغايات وكيف قد جاءت فيها بأعلى الطرائق التي تؤدي إلى أحسن هذه الغايات بدراسة الغايات ومعرفة حكم الله عز وجل فيها نتمكن من التمييز بينما يكون غاية صحيحة ومقصدا يناسبا نتوجه إليه وما لم يكن كذلك هكذا أيضا قد يوجد في بعض المواطن تعارض إما حقيقي وإلا ظاهري بين هذه الغايات ومن ثم نعرف رتبة كل غاية من أجل أن نعمل مقارنة بين هذه الغايات عند تعارضها عندما نعرف الغاية نتمكن من الاتصال بالله عز وجل بعبادة الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى من أجل أن يحقق لنا هذه الغايات وندعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستفيد منها فعندنا غايات سنتكلم في كل لقاء عن غاية من هذه الغايات العظيمة ومن ثم اجعل هذه الغاية بين عينيك حتى إذا سجدت بين يدي الله تطلب من ربك أن يحقق لك هذه الغاية إننا عندما نعرف هذه الغايات نتمكن من الثناء على الله عز وجل بألسنتنا بأن هيأ لنا هذه الغايات ونتمكن من أن نشكره سبحانه وتعالى بصرف الوسائل المؤدية إليها فيما يقربنا إلى الله جل وعلا إذن نحن نستطيع أن نستعمل هذه الغايات والأهداف الموصلة إليها والوسائل في طاعة رب العزة والجلال كذلك من الفوائد التي نجنيها من دراسة هذه الغايات أن نتذكر نية التقرب لله عز وجل فإننا إنما ندرس هذه الغايات طاعة لله ومن أجل أن نقدم ما أمر الله عز وجل به على رغباتنا وأهوائنا ومن ثم نتذكر بهذه الغايات إحسان النية لله عز وجل وهكذا إذا درسنا هذه الغايات والوسائل الموصلة إليها فإننا نتمكن من إزالة الوسائل المحرمة ولا نجعلها توصل إلى شيء من هذه الغايات ومن ثم فعلينا أن ننظر ماذا يريد الله منا فهو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وهو الذي ينعم علينا بنعم متتابعة غير منقطعة وهو الذي سنقف بين يديه يوم القيامة عما قريب فيسألنا عن أعمالنا قليلها وكثيرها إذا عرفنا غايات الشريعة تمكننا من تصحيح مقاصة الناس وجعلهم على وفق شرع رب العزة والجلال إذن هذه فوائد من دراسة هذه الغايات وقبل أن ندلف لدراسة شيء من هذه الغايات أبين المنهج المتبع في دراسة هذه الغايات فأول ما نسلك التعريف بالغاية ما المراد منها وما المقصود وكيف تحقق حوائج الناس فهذا أول جزء مما نتناوله في دراسة الغاية أما الجزء الثاني فيكون ببيان الأهمية التي تنطلق هذه الغاية منها ونورد في ذلك من النصوص ما نستطيعه ونقارن بين أحوالي من وجدت هذه الغاية عنده ظاهرة جلية ومن افتقدها ولم يدرسها كذلك مما ندرسه عند دراسة الغايات أن نتعرف على الوسائل التي توصل إلى تحقيق تلك الغاية ومن هذه الوسائل ما هو شرعي ومنها ما هو طبيعي معروف بحقيقته في ذاته وبالتالي نقوم باستحضار الكل والتذكير به ثم بعد أن نتكلم عن تعريف الغاية وبيان أهميتها وبعض فروعها فإننا ننتقل إلى جزئية أخرى تتعلق بآثار هذه الغاية آثار تحقيق هذه الغاية ماذا أثرت على المجتمع ماذا أثرت على الناس ويكون هذا جزءا من الأجزاء المتعلقة بدراسة القاعدة أو الغاية التي يقصدها الشرع يبقى معنا ما هي الأمور التي نستشهد بها ونستدل بها فيما يتعلق بهذا البحث فنقول هناك نصوص شرعية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تتكلم عن هذه المقاصد وتبين أحكامها وتعرف بالغايات التي من أجلها جاءت الشريعة وهكذا أيضا مما يمكن أن نرجع إليه وقائع الناس وما يقع في حالهم مما يصلح أحوالهم أو يعود عليهم بضد ذلك هكذا من المصادر التي يرجع إليها قراءة التاريخ والتعرف على قصص التاريخ وكيف أثر في نفوس الناس وحينئذ هناك نصوص شرعية من كتاب وسنة وهناك أخبار الأمم الماضية نستفيد منها وهناك أيضا ما يتعلق بوقائع الناس وما حصل من واقعهم فهذه كلها أصول يمكن أن يرجع إليها في دراسة هذه الغايات إن دراسة الغاية والتعرف على كيفية استجلابها وكيفية إبعاد ما لا ننتفع به منها هذا له أهمية عظمى ومكانة رفيعة في الدنيا والآخرة ويتحقق به من المصالح ما الله به عليم ومن هنا فإننا نسعى جميعا إلى أن يحصل كل واحد منا مصلحة مجتمعه به يتقرب بذلك لله جل وعلا وبهذا عرفنا فوائد الكلام عن الغايات التي نقصدها وكيف نظمها الشرع وكيف سنتكلم عن هذه الغايات في هذا البرنامج ومن ثم نحن مطالبون بوضع غايات مطابقة لشرع رب العزة والجلال وأن نتعامل مع غاياتنا على وفق الطريقة الشرعية أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم تلتفتون إلى هذه الغايات العظيمة التي قصدها الشرع كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم موفقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر